الكلام عن الهجرة كلام طويل بس انا هقولكم اكتر حاجة ممكن نتمسك بيها عشان نخرج من الهجاشة النفسية اللي احنا فيها دي حاول الخصها لكم احنا لازم نهاجر من حالتنا الديقة دي ومن هشاشتنا النفسية دي الى الله فتعالوا نقول ان الهجرتنا النفسية الى الله بتحصل باربع حاجات ان انا اهاجر من الله يعني ايه اهاجر وانا ابدأ من الله وعشان كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم فابدأ من الله ثم اهاجر مع الله اخرج من نفسي مع الله ثم اهاجر بالله ثم اهاجر الى الله وان الى ربك المنته أهاجر من الله يعني أهاجر وأنا على يقين من لطف الله بي الله لطيف بعبادي فأخرج من ضيقي وأنا على يقين من أنني في لطف الله يبقى أنا ببدأ هجرتي من الله مش ببدأ من نفسي وعشان كده كل أمر ذيبال لا يبدأ ببسم الله فأبتدي من الله فالرسول الله سبحانه من القلب فمن كانت هجراته بس هجراته منين من الله نبدأ من الله أبدأ بإيه أليس الله بكاف عبده فأبدأ بيقين من أنني في لطف الله طب واللي حصل واللي بيجرأ والأحداث اللي أنا فيها دي أنا في لطف الله ربنا سبحانه وتعالى مش محقق الأمال لكن ربنا يربيني فبيغير علي الأحوال مش عشان ينتقم مني بيغير علي الأحوال مش أنه سيبني طب يغير علي الأحوال لأنه يربيني هو ربي يربيني وعلمني فيبأ أول حاجة من الله بيقين من لطف الله تاني حاجة مع الله حضرة النبي يقول له يقول لي سيدنا أبكر ما بالك باثنين الله سالسهم حط يدك على قلبك كده وقول وإنت في جرتك في سيرك في الحياة في كل لحظة من لحظات حياتك قول يا رب يا من أنت معي وأنت أنسي فيا رب لا تجري علي النسيان بأنك معي لتؤانسني فاللهم اجعل أنسك لي أحب إلي من نفسي أنس عيش في أنس الله سبحانه وتعالى فسير في أنس الله سبحانه وتعالى إيه اللي حاصل إذ يقول لصاحبي إيه يا سيدي لا تحزن إن الله معنا فمع الله تالت حاجة إيه اللي حاصل ترحل وتهاجر بالله عيش بلا حول ولا قوة إلا بالله خذ بالأسباب كم مرة نجحت وربنا بيقولك أنت لا تنجح بك ولكن تنجح بمدى دين فعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله فلما تعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله ما تقفش اللي في إيدك مهما كان صغير فهو لن يصنع نجاحك ولكن سيكون نجاحك من تدبير الكبير فاصنع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وفي السماء رزقكم وما توعدون امشي ما تقفش إيه تحبط وإيه تتهدم احمل اللي في إيدك واستمر الله سبحانه وتعالى ولذلك إيه الله يحبه من العمل أدومه وإنقل داوم وربنا سبحانه وتعالى يمين الرحمن ملأة سحق الليل والنهارة هتستمر بمدد الله وفي النهاية إلى الله تهاجر إلى الله ترى الله في كل شيء أي حالة بتعملها ترى الله فإذا رأيت الله تجددت في عينك الحياة هي دي الهجرة الهجرة أن تهاجر بالمجدان من الله بيقين من لطف الله مع الله فتذوق حلاوة أنس الله بالله بأن تحيا بلا حول ولا قوة إلا بالله وأنت تمسك الأسباب فتمسك بيمين الرحمن ثم إلى الله فتسعد بأن الله سبحانه وتعالى جماله جمل كل الحياة عيش مع الله سبحانه وتعالى وهاجر مع الله سبحانه وتعالى وكن مع الله سبحانه وتعالى تحيا وقد تغيرت كل معالم الحياة الحياة هجرة مع الله وإلى الله وبالله ومن الله اللهم لا تكتب علينا أن نحيا إلا مهاجرين من لطفك مع أنسك بمددك وإلى جمالك يا رب العالمين اللهم اكتب لنا هجرة تفتح لنا كل الأبواب وتجعلنا دائما نعلم أنك فتحت لنا الباب لا لنقف على الأعتاب ولكن نقف بين يديك لكي نذوق حلاوة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا على الدوام بهجرة من ديقنا إلى سعتك يا رب العالمين